يبديك يا إسلام في الروح في الجمع بيش هشتوه من الضوء؟ بيش هشتوه من الضوء؟ لا مصراني يا جبال عم القرآن المعين هات من مطلع صل والصفاء من مصراني والصفاء هيرجع تاني يا صفاء الجزياء هم تتجعوها ومن مصرح تتجعوها ومن مصرح تتجعوها ومن مصرح ان ديهو هم يدوم المعنوهات هم يدوم المعنوهات مش هشتوه من كور من مصرقط وفضر ده其实 هو من مصرح تتجعوها ชام ومن مصرح تتجعوه من مصرح تتجعوه من مزيد مع نص Leti من مصرح تتجعوه ما رonentم طاري اغاد يا نصرح اغاد عمر القرآن المعين هات عمر القرآن المعين هات ترجمة نانسي قنقر 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 نكفه نكفه مهما تضوح حق المصر مش هيروح متعليش وحدة وثنية الكليسة ارهابية ات نساء الهابية ات نساء الهابية ترجمة نانسي قنقر 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 بتحريد اتباعه على الفتنة وقتال الدولة اذا ما حاولت إذا ما حاولت أن تفرض القوانين على الكنيسة قروج أخواتل الأسيرات في الكنيسة على رسوم وفاق قسطنطين وانتهام بكمال يشحاته والتحفيف في وفاق قطفين وحبسهن في الكنيسة عودة النصارى إلى صابق عهدهم من احترام الإسلام والخضوع له كدين الدولة الرسم صاحب اليد العليا في البلد وان شريعته حاكم على كل من فيها وان شريعته حاكم على الأول من فيها امتناعهم عن التعمل بالظهور بالصلبان أمام الناس امتناعهم عن الانشفة التنصير كافة عدم خوضهم في أي حديث من شريع الكلام في الأديان خاصة للإسلام وحتى دينهم وحتى دينهم في وسائل الإعلام العامة قضوع الأديرة والكناز لسلطة الدولة قضوع الأديرة والكناز لسلطة الدولة بإقام الدولة بما يجب عليها تجاه مراقبتهم ومراقبتهم معاليم وان شطتين وان شطتين قضوع كافة الكناز والأديرة إلى التفتيش الدولي والمفاجر التأكد من خلوها من أطفال مخطوفين وأسلحة ومسلمين محبوسين وفي ذلك موال وخلافه وقصر نشاطها على أنها دور عبادها فقط رضبنا لله تعالى وتحقيق ما سبق من مطالب ولنا طرق أخرى فالمقاطعة الاقتصادية ثم الاجتماعية نهيب بالدولة ومسع ومؤسساتها أن تقوم بدورها في وقت الفتنة أن تقوم بدورها في وقت الفتنة وفي الختام فالجميع يعلم أن عمضه سلاح لنصرة أخوتنا هو التعاع اللهم إلا نصالك بكل اسم من هو لك تبايت به نفسك أو أن تبايته في كتابك أو أن تبايته أحدا من خلقك أو تعترت به في علم غير علمك أن تبك أسرى أخواتنا الأسيرات أن تبك أسرى أخواتنا الأسيرات ون عوان عند الكفار ون عوان عند الكفار ورزهن اللهم إلى أهل الإسلام السالمين ودفتهن اللهم على دينهن ودفتهن اللهم على دينهن ولا تبذنهن فيه أرحم الراحمين اللهم اجعل الإسلام هن فتحن خير لهم ودفل الأمة يا إسمعين ولا تجعلوا فتنة لهم والأمة من بعدهم يعرض العالمين اللهم إن عرض لهم الحياة وعلى الإسلام يا رب العالمين وإن عرض لهم الموت وعلى شعيد يا لا إله إلا الله أعطيك اشتركوا في القناة